التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت درينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيس اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لتقديم التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا وتمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترة رئاسته الجديدة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين وكذا في ضوء الرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الأفريقي من جانبه ثمن الرئيس الموريتاني اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة مع مصر فاد مصدر حكومي بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستتم اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة يعقبها اكتماع للحكومة الجديدة وأشار المصدر الحكومي إلى أن التغيير الوزاري يشمل نحو عشرين حقيبة وزارية وعددا من المحافظين ويشهد تغييرا شاملا ودمجا لوزارات واستحداثا لأخرى وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي الترتيباء الأولويات في مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار وأضف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية أعلن مصدر حكومي مطلع أن الحكومة الجديدة ستشهد تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية وأضف المصدر أن حقائب التعليم والزراعة والبترول والكهرباء في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها في السياق كشفت مصادر لقناة أكستر نيوز عن أسماء الوزراء بالتشكيل الجديد وكذلك المحافظين الجدد مؤكدة أن تغيير الوزاري سيشهد تعيين نائبين للرئيس الوزراء وهم كامل الوزير وخالد عبدالغفار كما أعلن مصدر رسمي إعادة تشكيل الهيئة والمجالس الإعلامية خلال أيام بعد تسلم ترشيحة النقابات المهنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للجامعات تواصل قوات الاحتلال عضوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم المائتين وواحد وسبعين على التوالي وسط استمرار اتكاب المجازري واستهداف النازحين في مختلف أنحاء القطاع واستهدفت قوات الاحتلال منازل في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة كما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار على حي شجاعية شرق مدينة غزة في الأثناء اعتبرت السلطات الصحية في قطاع غزة أن إرغام الاحتلال المستشفى الأوروبي شرق خان يونس على الإخلاء والخروج عن الخدمة كارثة إنسانية تعمق الأزمة الصحية في القطاع بشكل غير مسبوق وبشكل يهدد حياة آلاف المرضى والقرحة حضر رئيس الفرنسي إمانوال مخان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح الفلسطينية في قطاع غزة وقال قصر الإليزي في بيان أن مخان اعتبر خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو أن أي عملية إسرائيلية جديدة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الخسائر البشرية والأوضاع الإنسانية الكارثية وشدد مقا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس بطول كرم بالضفة الغربية المحتلة كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية من بينها بلدة يطا والسموع جنوب الخليل كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بمخيم جنين هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ثلاثة أشخاص برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نوبلس أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر المقبل وكان الرئيس التونسي قد أكد في وقت سابق أن كافة الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية عز الرئيس الأمريكي جو بايدن سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس الماضي بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفره الدولي المتكرري في الفترة الأخيرة من جانبه استبعد البيت الأبيض خضوع بايدن لأي اختبار معرفي مشيرا إلى أن بايدن كان يعاني من نزلة برد أثناء المناظرة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى موسيقى